أهلا وسهلا بكم اليوم على صفحة حيدر إلكترونيكس اليوم بنا نقدم لكم المفاجأة السامسونج جالكسي اس 9 بلس التقليد هذا التليفون من أنجح التليفنات التقليد يلي مرت على حيدر إلكترونيكس واللي كانت بالسوق وكل الفيديوات اللي بتشوفوها على اليوتيوب وكل النجاح والسرعة بهذا التليفون صارت فوق كل تصور يعني أنا ما كنت أتصور هالقد هيكون ناجح هذا التليفون طبعا نحن جربنا وشفنا على هذا الأساس بناءنا هتقدير وهلأ سنشرح عنه أكثر أول شغلة في عنا العلبة مثل ما شايفين نفتحها حسنا أول شغلة موضوع الباور الباور لما كنا نعمل الباور تتذكر قد كانت تخذ وقت كثير طويل هلأ بنعمل الباور ونشوف تدرب تخذ وقت أول شغلة هذا الشريط الأسود اللي فوق كان فيه شريط أسود ثاني تحت إذا بتتذكره كان مبين قبل كان مبين قبل بالسامسونج اسات كان مبين شريط أسود ثاني هذا الشريط الأسود ثاني حلوه صار هيك صار أقرب للأوريجنال بنرجع طبعا بيأتي معه كوفر هذا الكوفر فري المعلومات اللي ورا عندنا الكاميرا عندنا الفلاش لاحظته قد أخذ وقت لا يدور ماشي بنرجع بتعرفوا لما نطفيه هلأ بس نطفيه بيطلع عنا مثل الوريجنال هالكابس اللي هون كابستان بتفتح من بعدها بنشوف الكاميرا 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 كاميرا مقبولة نوعا ما ما لنا بروفشنال أكيد بس ما قبولي ما أشبه شي كاميرته منيحة فيه كمان أبشينات منروحها على اليمين تعطينا هيك منروحها على الشمال تعطينا هيك تلاحظوا ما فيه شي اسمه ما فيه شي اسمه تعليق مثلا هون منشوف الصورة ومنشوف الأبشينات طبعا والأبشينات اللي هون عنا HDR وغيلا نرجع منفوت على في هون تتذكروا هاي سوايب بس نعمل له هاك هدا بالأوريجنال بالتليفونات اللي قبل ما كانت موجودة كأننا نضطر مثلا نقبس أبس وهكي ننفوت هادي صارت قريب الأوريجن ما لكم عم يتحسنوا كتير 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 موضوع الكوبي وصار التليفون بيستاهل انشرة تليفون كوبي منيح يكون بكل بات لكذا سبب أول شغل هي عنا طبعا لما منعمل سوايب ما منحط إيدنا فوق ومنعمل سوايب او منحط إيدنا تحت فيه مطرح معايا لنعمل سوايب ما هو من هون اوكي نرجع مثلا نفوت على الستنج ونرى الستوريج عندنا هون الستعاش هذا يأتي الستعاش صاروا شوي موضوع الستوريج يعني ما صاروا بيكتبوا لكم بالسيستيم 250 جيجا يأتيوا لتحطوا فعليا شي معين يقولوا لكم انه صار متلان يعني بطليس هون صاروا اكتر اكتر مثل ما بقولوا صراحين فينا نقول هايك شي تقريبا المهم منشوف مثلا السرعة بالكبسات ما فيه تعليق ما فيه تلات ما فيه شي يعني تليفون اكتر ما بيتصور الخيط يعني شي اكتر من رائع اوكي الابليكيشن مثل ما منعرف انه هاي الابليكيشن المعتدين على هارت ريت وميوزيك وميوزيك وميوزيز وهذه الأمور طبعا الحلو بالموضوع كمان بالكبسات انه لم يكترين اوكيشن وهذا كتير شي مهم انه ما يتقلو على الرام وما يتقلو بستوريج طبعا ليه مهم يكون بكل بات هذا التليفون لانه اذا بحال عندك تليفون اوريجنال وانت تزع التليفون الوريجنال بدل ما تروح تجيب واحد غالي تليفون غالي قديم بس والله قدر تدفع 200-300 دولار 400 دولار بس بهول 300 دولار او 400 دولار بيجيب لك تليفون ضعيف فبكون عندك تليفون كوبي تقدر مثلا تستعمله كواتساب تاني كخط تاني هذا بكون شي كتير ممتاز كل شخص معه تليفون اوريجنال لازم يكون معه كمان تليفون كوبي بحال اوريجنال يكون معه تليفون كوبي لما ينقطع عن شغله او الواتساب او الخط او او الاتصالات هذا شي كتير مهم طبعا بالنسبة لهذا التليفون نحنا كان سعره 350 دولار سعره 300 دولار ونوصل نحنا لكافة الدول بالعالم طبعا بدي كمان نذكركم الموضوع الآيفون اكس الآيفون اكس نفس الفكرة انجح تليفون بين الآيفون الآيفون اكس مثل ما منعرف هذا هو طبعا هلأ هناك شرح قديم ولكن انا هلأ حبت وفرجيكم فرش كنا هذا اللون البيض إذا هم هو التليفون طريقة كنتم شرح عنه قبل الذي سعره هدا التليفون الآيفون اكس كان 350 دولار وصاء ب300 دولار ايا اسئلة اي استفسارات بتحكوني بس على الواتساب لان انا على الكمنس ما بقدر ما بقدر رد على الكل ما بلاحق رد على الكل فبتحكوني على الواتساب لالنهار ما في اي مشكلة وبتسألون الاسئلة اللي بتكونيها اهلا وسهلا فيكن وشكرا لقالكن كتير